تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقار تهاني صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عودة سموه الميمونة إلى البلاد بعد الفحوصات الطبية الموفقة التي أجريت لسموه مؤخرا متمنيا جلالته لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مفور الصحة لمؤصلة مسيرة التقدم والتنمية في مملكة البحرين جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسعادة سيد ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حتى غد التقارب بين البلدين مثلا يحتدى للعلاقات العربية وقال سموه إن المستقبل يحمل في أفقه المزيد من التعاون البحريني الأردني لأن قيادتي وحكومتي البلدين لديهما الرغبة العربية والأكيد في تطوير مجالات تقاربهما والتعاونهما والنهوض به ودع سموه إلى توطيد التعاون الثنائي بين البلدين من خلال التوسع في الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير مواقف الأردن المشرفة في دعم مملكة البحرين والتي تؤكد على طبيعة العلاقات المتطورة التي تربط بين البلدين ولقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وزير الخارجية وشؤون المختاربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه أن تطورات الأوضاع تستوجب تثيف اللقاءات بين المسؤولين في الدول العربية لوأد أي مخطط يستهدف أمن المنطقة واستقرارها وفيما نقل وزير الخارجية وشؤون المختاربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات معالي الدكتور عبدالله لنسور رئيس وزراء الأردن وتهانيه بالعودة الميمونة لسموه فقد أبلغ سمو المسؤول الأردني بنقل شكره وتحياته للعاهل الأردني ورئيس الوزراء وتمنيات سموه للمملكة الشقيقة دوام الرفعة والتطور في ظل قيادتها الحكيمة